بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامر كتاب أحكمت آياته ثم خصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلف السماوات والأرض في ستة أيام وكان عشوب على المائل يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن لكم فتنسون من بعض الموت لفؤولا للذين كحروا إن هذا لنا سحر مبين ولئن أخرنا عنه والعذاب إلى أمة معدونة لنقول إنها يحبس ألا يوم يخفيه ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستأزئين ولئن أبقنا الإنسان إنا رفعة ثم نجعناها بالمفء إنه ليأوس كفور ولئن أبقناه نعماء بعد قضاء أمسته ليقول إن ذهب السيئات عني إنه ليأوس كفور إن الذين صبروا وعلموا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل على الجنز أو جاء ما هو ملك إلا أنزل على الجنز أو جاء ما هو ملك أن يقولوا لولا أنزل على الجنز أو جاء ما هو ملك أنزل على جنز أو جاء ما هو ملك من استقعت من دون الله وادعوا من استقعت من دون الحين كنت صدقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وهل لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا أنهم إذا أرحبهم صنعوا فيها وفاطل ما كانوا يعملون أفهم كان على دينة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب نوسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يسر به من الأحزاب سنعه مغربه فلا تكفين منه إنه حق من ربك ولكن أكثر منا سنعه مغربه فلا تكفين من ربك ومن أعلم ممن افتروا على الله كذبا أولئك يعرفون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء أشهد هؤلاء الذين كذبوا على عبهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصلون عن سبيل الله ويذغونها أي وجوبهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معذين في الأرض وما كان لهم من ذو الله من أولياء يضرع لهم العناب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قفروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرب أنهم في الآخرة هم الأقسرون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْلِوا الصَّالِحَاتِ وَأَفْبَدُوا إِلَى حُرِّهِمْ هُلَانِدَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَادِهُونَ مثل الفريقين كالآهار الأصم والبصير والسريع هل يستغيان مثلا أفلا تنكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نبي كبين أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ هَذِينَ فَقَالَ الْمَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا فَقَالَ الْمَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ السَّبَعَةَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاكِ 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 وَمَا نَرَاكُمْ وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ لَقُلُّكُمْ كَاذْمِينَ قَالَ يَا لَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمًا مِنْ مِنْ بِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُنْزِمُكُمْ هَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِمُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَادًا مِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى وَمَا أَلَى بِطَارِبِ الَّذِينَ آَلَنُوا إِنَّا هُمْ مُلَاحُوا رَبِّهِمْ وَلَا كِنْ يُرْسِي أَرْبُ قَوْمًا تَجَعَنِينَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ يَنْطَحَدْتُهُمْ أَفَلَا تَبَكَعُونُ ولا أقول لكم عندي حزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يمتيهم الله خيراً الله أعلم بها بأن نفسهم إنهم يدل من الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جبالنا فأكسنا بما تحدنا إن كنت من الصالحين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء ما أعلم بمعجرين وَلَا يَنْفَعُكُ الْمُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُوِّيَ كُفْرُ وَرَبُّكُمْ وَلَيْنِي تُرْجَعُونَ وَلَا يَنْفَعُكُ الْمُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْيَ كُمْ وَلَا رَبُّكُمْ وَلَيْنِي تُرْجَعُونَ أَنْ يَقُولُونَ اَسْتَوَاهُ قُلْ إِنْ اَسْتَوَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَلِّئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَالرُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنْ لَهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَمْتَلِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ لِفُلْكَ بِأَعْيُمْنَا وَرَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِنَّهُمْ مُورَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا نَوْعَ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَفِرُوا إِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَلْفَ تَعْلُونَ بَيْنَ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِيدُ عَذَابٌ مُكِيمٌ حتى إذا جاء أمونا وفاوتك نور قل نحن فيها من كل زوجين النين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا قرير ومن آمن معه إلا قرير وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها وقو سعى من ربي لأقوه رحيم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْنٍ كَالْجِبَانِ وَمَادَا نُوحُ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرِي يَا قُنَيْعُ كَمْ بَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعْرِ كَافِرِينَ قال سأعني إلى جدل يعصرني من الماء قال لا عاصم اليوم من أهل الله إلا الله الرحيم وحال بينهما الموت فجاد إلى المرحيم وقيل يا أرض العماء ويا سماء أفليه وفيض عن ماه وقضيت أهل واستمت على الحلم وكيسة قعداً للقوم الوالين ونهدى نوحاً ربّه فقال ربّي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحسر الحاكم وقال ربّه إنه ليس من أهلي كإنه أرمن غجر صالح فلا تسأل مما ليس لك به وإلا تغفرني وتغحبني أكون من القاسرين فينا يا نوح يقض بسلام من الله وبركات عليك وعلى أمم من باعك وأمم من سنمتعهم ثم فيمسوا من أعباك وعلى أمم من أهلي كل المسائل وإلى أين أخوذ ممتعين وفي ممتعين وإلى أعباك وقال إن أجري إلا على الذي أحرني أفدا تعفلون ويا قوم استغفروا ربا نتوبوا إليه يرسل السماء عليهم مدراته ويجدكم قوة ملاق وإن تتولون أقعدوا يا أهد ما للتنام بينك وما نحض تلك آل عدنا عن قولك وما نحض لك المؤمنين إن نقول إن لأعتراك بعض آلهتنا بسوء قالني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشهدون من دونه فكيدوني جميعا من سماء من دونه فكيدوني جميعا ل Grande ما من دونه فكيدوني إلا هو أرغد بناصيتها إن ربي على سرعط مستقيم فإن لا تبلغ فقد أبلغتكم مما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تخلقوا له شيئا إنهم أبني على كل شيء حكيم ولما جاء أبونا نجينا عودهم والذين آبتوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب المدير وتلك عادة جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وانتبعوا أمرهم لجنبال العديد وأتبعوا فيها له الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادة من كفعوا ربهم ألا أبعدا لعادة من قوت المدر وإن لا تنود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وأيه هو أن شأكم من الأرض واستعمروا فيها فاستغفروا فاستغفروا ثم تنبوا إليه إنهم من أرضي قريب مجيب قال يا صالح قد كنت فينا موجوا قبل هذا أتنعنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنما لفي شك إما تدعونا إليه منيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بلدة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخصير ويا قوم آدي لا قد الله لكم آية فذرها تأخل في أرض الله ولا تمسوها بسوح ولا تمسوها بسوء فيأخدكم علىهم قريبا فعقبوها فقال تبتعوا بذلك ثلاثة أيام ذلك رعا غير مكتوب فلما جاء أبونا نجينا صالحا والذين آملوا بعه برحمة من الله ومن خزي يوم إن إن ربك هو القضي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذبين كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفه ربهم ألا قعد المزند ولقد جاء السرس الله إدراهيم بالبشر وقالوا سلاما قال سلام لقد جاء بعيد الحديد فلما رآ أجبيا لا تصل إليه نجرا وأوجس منه مفيفا قالوا لا تقف إلا أرسينا إلى قول مط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن الله بإسحاق يعبوب قالت يا ويلة أأمن بأن عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيخ عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما داب عن إبراهيم قالوا أتعو البشر يجادلنا في قول مط إن إن إبراهيم لحبيب أبواه مجيد يا إبراهيم أحبط عن هذا إنهم قد جاء ربك ولن إنه حميد مجيد ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيبا وجاءه قومه يخرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطعر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو هاوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليها حجارة من سجين مغود نسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الإكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينك من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم رود أو قوم صالح وما قوم جوض منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذته وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأذفعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيتسرفت المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أولت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم أفتور نصيبهم غير من قوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لخضي بينهم وإنهم لفي شك من مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكون نار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصفر فإن الله لا يضيع أجر الأحسنين فلولا كان من الكرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهنك القرى بظلم وأهدها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا انتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر